يا صباح التقل منعادمة لا ولا ده صباح التفاقل وصباح كل حاجة حلوة والحاجات اللي بنعملها مهما كانت بسيطة قد ايه بتفرق في نفسيتنا وبتغير اليوم 180 درجة انا اخدكم النهاردة معايا فيروتين بسيط هوريكم يومي مشي ازاي وعملتي ايه عشان حتى لو نفسي مزدودة بسبب مشاكل او حاجات معينة ازاي ممكن بجد منتهى البساطة نفتح نفسينا تانية على الحياة وانا مؤمنة جدا ان كل واحد عارفة مفاتحها عارفة اللي بيبسطها وعارفة اللي بيفرق في نفسيتها انا ابتديت اليوم عادي جدا جايزت لانش بوكتات الاولاد نزلتهم على المدارس ونزلت انا كمان اروأ على نفسي مانا لازم برضو غير جو بصراحة الجو لا يقاوم اليومين دول الوقت الجو بجد كان طحفة وسيقوم ان وليد بيغلس علي طول وقت طول ما هو معي لازم يغلس مهم فطرت وكنت رايحة اشتري حاجة مهمة قوي هو طلع بقى على شغل وانا روحت دل واحد يعني مع نفسي عشان كنت عايز اروح البيت بسرعة عشان اعمل حاجة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي بس كالعادة يعني احنا اول ما بنروح ونشوف كمية الحاجات اللي ورانا بنتصدم طيب هل بقى بعد الصدمة ايه مرحلة ما بعد الصدمة هنتصدم ونفضل مكاننا ولا هنتصدم ونكمل ايوة لاختيار الجواب الصح هنتصدم ونكمل عادي ومجاهزة لكم بقى الفترة اللي جاية حاجات حلوة قوي واولها التانت اللي انت شايفينها دي اخيرا ركبتها الحمد الله على خير بس طبعا كل حاجة لها زي ما لها جانب ايجابي لها جانب سلبي برضو فالدنيا كلها بقت مردومة ربق اكتر ما هي مردومة فاعمل ايه بقى اسيب الوضع بقى ازاي ما هو ابدا اقوم واشتغل ونتحرك كده مع بعض وننجز اللي ورانا وشوفوا بقى اللي هحتفق يعني كل الحاجات اللي انا بعملها دي انتم مشوا بتخيلين اصلا في الاخر هتبقى عشان ايه اساسا يعني بس خلينا نشوف الدنيا تمشي ازاي زي الشطورة كده جاهزت كل الحاجات اللي انا ممكن احتاجها وبالنسبة لي بصراحة كان اهم حاجة في اليوم دي اننا نشيل طبقة الطراب النعمة اللي بجد يعني لأ يعني الموضوع زي بقى اوي اوي بقى بعد ما كبان ركبت التندة بس هي طبعا الحمد لله فرقة جدا جدا بس انا احكي لكم عنها بالتفصيل يعني مش هكروت دلوقتي المهم فانا كان بالنسبة لي بصراحة ان انا شيل طبقة الطراب لكن كان في حاجات محتاجة تتلمع كان في حاجات محتاجة تتغسل يعني في شوية زرع كده من درية بيهم السلك بتاعي التكييف كان محتاجين بصراحة ينزلوا يتغسلوا بس انا قلت اللي هقدر ان انا اعمله هعمله انا هم حاجة بالنسبة لي الشيل الطراب اللي هقدر اخسله هخسله اللي هقدر لماعه اللي مش هقدر يستناني بكرة بعد وهنروح من بعض فين هيتعمل يعني هيتعمل بس مش دلوقتي مش مشكلة خلينا نركز بالمهم في اللحظة دي انا اكتشفت ان انا يعني بسبب التندة الموضوع بقى يعني الدنيا ضل ما شوية اوعات ما شوية فشغلتلكم الانوار اللي ينور علي كده اي واي عشان يبقى شايفين كل حاجة برضو بوضوح وهنكمل عاية اولا كي ان حصل اي حاجة نزلت كل الدكورات لان انا الزرع اصلا عايز احطه في الاريا دي فقلت وقى لما نزل الدكورات بالمرة اخسلها والحمد لله غسلتها في يومها بسم الله مشاء الله علي فوتت التراب قديني اهو رايحة طلعة ونزل على السلالة معملة فرها بنفسي يكشل خس شوية المهم شلت التراب وبعين اكتشفت بقى ان الارفوف دي انا طبعا كان بقى اي فاطرة ما طلعتش علم معها بنفسي كنت معتمدة على اشخاص طانين فطبعا منتحك كرواتة لقيتها مطينة بالمعنى الحرفي للكلمة فضميري بصراحة ما طوعينيش للناسبها كده وشلت رامن عليها بس قلت ما فيش حاجة هتنظف للارفوف ده غير الاكتشاف اللي اكتشفته مؤخرا ونظف اسمه سيف ده اكتشفته عن طريق قناة اسمها انا ضحى هون بجد لو مش متابعينها فايته كتير وانا اكتشفت مش اتكلم عنها دلوقتي عشان انا مش عايزة كروت بصراحة المهم ان هو بقى تحفى معايا في اي حاجة بيضة وتحفى ان هو يفور اي دهون عجبني عجبني يعني روحت بقى عند قرية البتاجاز انا كنت انه يعمل قهوة يعني هو الموضوع كان قهوة مجرد قهوة بس ازاي بقى لاقي حاجات مثلا على الصفاية ومشلهاش ازاي لايه منظر البتاجاز كده ويهون علي ان انا اعمل عليه الاهوة عادي وده النظرة اللي ببصها لكل حاجة خلاص معلش نعديها طب يا حبسي منجيش على نفسك طب يا حبسي خلاصي حاجات تانية اهم نفيش بفضل اقام مقام لحد ما في النهية بستسليم بصراحة يعني بضعف وبجيب اخريك مش مشكلة اما اخد ده معايا كده بالمرة واخلصه ويلا بينا نعمل البتاجاز بقى بالمرة بس قلت كمان لما فض الحوض عشان اخسل حوامل مهوش معقول يعني اخسل حوامل كده عالموعين لأ لازم نفض الحوض وقابليها فضيت الغستلة بس يعني يعني شلت بقى الشد عشان انا حسنتوا بتفرادوا معايا فضيت الحوض وقلت لما بتدي في البتاجاز بس يعني لفت نظري برضو ان الاريا اللي جنب البتاجاز بيقولوك كل حاجة تردمت اسبها في حالها ما سبهاش فضيت كل حاجة عليها ويلا نصبن ما احنا كده كده هنصبن نصبن كله بقى بالمرة صبنت الاريا اللي هي جنب البتاجاز دي هي بجد جات نظيفة ما فيش يعني الحمد لله ولا دهون ولا اي حاجة بس كانت مليانة تراب مطرح يعني تراب اللي انا فيه قريدة عيشة فيه بسبب الاصلاحات والبناءات والحاجات دي وكمان عشان اللي تنده فقلت خلص بقى لما اخدها معايا بالمرة مش مشكلة لانه انا محافظة على المطبخ ده بقى لي اسبوع نظيف وهتعرفه على الاخر الاسبوع حافظتها عليه ازاي يعني فقلت لأ مش هيهون علي بقى اسيبه كده خليني بقى اكمل تضيف بالمرة طالما كده ولا كده انا بنظف وطالما كده ولا كده جاي بحاجة جديدة للمطبخ ولازم نحتفل بها صح يعني المهم برضو استخدمت هنا على فكرة منظف سيف ده وبجد يعني لما علي البتاجاز اللامعة غريبة عجيبة طحفة طحفة هكلمكم عنه قريب لازم تجربوه في اللحظة دي بقى انا اكتشفت انا قد رح الشمية عادي اكتشفت ان في مقعب شكلة كده مستخبي اسيبه في حيبه ابدا لازم اخده كده وراء وقع نفسي او حاجة برضو يعني ممكن تديني باور شوية ان الواحد يكمل كانت ويلا بينا نكمل شغل على طول ما نوقفش بقى لما عدت كل حاجة وحطتها وجات اللحظة ان انا مستنيها برضو من بجري قوي حطيت القهوة على النار وخدت بقى شوية الديكورات دي اخسلها عبل ما القهوة تجهز احنا مش نفضل وقفين برضو محل اكسر لازم نفرق في حاجة غسلت كل الديكورات بقى وحطت عشان تتصفى بحيث على الاخر اليوم قادر ان انا ارصهم ويبقى الشكل يعني الشكل اللي عامل المطبخ حالي انا كنت ناوية برضو عامل لهم كيك يعني كان نفسي او بقى اجواء بيتي بقى داخلين على الشتاء وكده فعايز اعمل كيك ورحت الكيك تبقى في البيت وكده بس لقيت جوزي كرة عيني جاي بكيك اسبها في حالها ما اسبقاش ابدا قطعتها وحطتها واخدتلي حتة يعني انتو لو حاسين ان هي نقصة ايو كنت بدوق كده ايه بشيك بس على الطعم مش اكتر من كده صبيت القهوة وبجد ده من نسبيلي احلى احساس في الدنيا قلت برضو لما اطمن يعني على انه الكيك طعمها مصبوط في ايه في ايه عالش ناخد بيديك صغير لا بقسة بقليل من البريك وهنكمل شغل وكل حاجة وبجد ده احلى احساس ياسمين بيحس كده ان شكل العالم مختلف بعد ما بياخد اول بقين تلاتة من القهوة انا من الناس دي او اكيد كل الموم ازاي بس احنا مقامش نقعد بقى نتمزج بالقهوة ونسيب اللي ورانا يلا بينا نكمل جبت زرعة طبيعي بصوا قد ايه بجد شكلها تحفة وهي دي اللي انا بقول لكم اللي انا عاملة كل الهيصة دي عشانها هي والزرعتين الكيوتون الله الله بجد يدوا اصلا امل في الحياة مجرد ما بوصلهم كل يوم الصبح انا حطتهم في وشي بحيس يبقى عارفين طول الوقت قدامي كده قدي بجد شكلهم تحفة يارب بقدر احافظ عليهم والزرعة ده يفضل موجود معي على طول عشان بجد طلع تحفة مهم انا طبعا كان عادة في وقت النفسي متأخر انه خلاص مفيش وقت وفو ده جاهز الاكل عشان العيال فقلت لما يعني بش حاجة هتوقفنا طول ما احنا مع بعض اخطبالكم قلت انا هعمل اسرع اكلها في الحياة ايه هي نجريسكو وبجد الحمد اللي طلعت طحفة انا جابالكم بقى خلاص يعني كنت بقى ايه يعني انجزت فمردش اصور بقى وانا بعمل وكده بس ياريتني كنت صورت عشان ديه بجد احنا مرة عملت فيها نجريسكو مش مشكلة هبقى اعملها ان شاء الله معاكو في روتين تاني وبس كده ده كان روتين بتاعنا النهاردة قولي رأيكم فيه اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاء على خير السلام